لكن كيف لا تصيبن؟ الكلام عن الفتنة من المنهي هنا؟ الفتنة الله ينهى الفتنة أن تصيبك أنت فهمت؟ سأتقول أول مرة أسمحها ما هذا هو أنا متأكد حتى علماء أنا كثير منهم زي العوام باسمع القرآن هم مش قادر يفهمه أصلاً مش قادر يتذوقوا سأقول أول مرة أنا أبقى كيف تصيبت؟ أيوة لا تصيبن الفتنة لا إله إلا الله شو هذا؟ طبعاً هذا معروف في اللغة العربية ويسموه النهي المحول النهي المحول معناها إصابتها إياك سهل قريب ولا صعب مستعصن؟ صعب مستعصن يا الله تخشعر بديني الآن تشاهد القرآن لما تفهم اللغة العربية؟ نحن نمزع العاجم ولا يفهمين حاجة أنا متأكد أكثر سأقول لي لأول مرة أسمع هذا أنا شخصياً لا أسمعه من أي عالم ولا من أي مفسر حد الآن العنة ذو اليوتيوب في الكتب موجود في الكتب موجود نرى القرآن عليكم آخ أريد أن أقول لكم شيء أخوي إن شاء الله يصل لا أعرف عندي قناعة شبه يعني قاطعة أن الإنسان إذا صدقت نيته وخلص قصده بعون الله في معظم حالاتي طبعاً ليس كل الحالات سأقول لي لي ليس كل الحالات لأنه غير معصوم لازم تغلط مرات وتلتوي عليك القاعدة عشان تثبت أنك غير معصوم تخيل أن هناك إنسان في كل عراء يصيب ولا يخطئ ستفتن به الناس صحيح؟ ستفتن به الناس لا لكن يصيب في تسعين ويغلط في عشرة مفرقة يصيب في خمسة وتسعين يغلط في خمسة ضروري علشان لا يشتبه أنه من المعصومين أن هذا مؤيد لا لكن بصدق النية وخلوص القصد ستبصر الحقيقة كأنما تقرأ قراءة تكون عندك الأمور الواضحة ومع أنك أنت قد تبصرها ومعظم الخلقة ومعظم الناس حولك لا يبصرون أقول لك لا لا نشاهدين هيك لا أنا شايف ومش هتراجع شيئتها بشكل واضح بشكل واضح الآية القرآنية أعطت إشارة لهذا إشارة من ألطف من ألطف ما يمكن أن يخطر بالبال الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن ركزوا معي الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم ما هو الظالم وماذا؟ والمقتصد الظالم والمصلح كله برع فيها أنا أهلك إذا كثر الخبب سأقول لذلك في حديث أم السلام عند أحمد وإن كان في إسناد بعض الضعف لمكان ليث بن أبي سليم معروف ليث المهم فقالت يا رسول الله فما يصنع بأولئك وتقول لي كله حيروح وحتى الصالحين قال هؤلاء يبعثون على نياتهم بشرهم بالخير في الآخرة لكنهم يهلكون في الدنيا لكثرة لكثرة الخبثاء وكثرة الخبث وغلبة الخبث والعياذ بالله جميل آية فيها إشارة كما قلت لكم من أظنف ما يكون إلى أن اتقاء الفتنة وعدم التورط في الفتنة صعب ولا سهل سهل ما رأيك لا يبدو سهل كيف سهل يا ربي شوفنا معظم الناس مفتونين لم تصدق نواياهم عندهم أغراض والغرض ومرض عنده غرض صاحب الحاجة أرعن لا تغتر أنه شيخ وعالم وكذا ولحية هو يريد أنه يصير فيه تمكين للمسلمين عشان يأخذ دورا أكبر بدل ما يكون إمام المسجد إمام البلدة بدل ما يكون زلم ناشطا يصبح وزيرا هو الحين برلماني لا يصبح رئيس البرلمان أو رئيس الدول فيه غرض فيه هوا نفس فهمتوا علي ومن الذي يتحرر من أغراض النفس وأهويته يا أخواني إلا الصديقون الصالحون حقا اللي بدهم وجه الله فقط ما بدهم الدنيا ولا أي شيء له علاقة بالدنيا فاضح فلذلك هؤلاء يفتنون هذا يفتن مع علمه ومشيخته وجهه يفتن أنه غرض عنده هوا لا يرى الحقيقة كاملة وتكون مرات واضحة لا يمكن أن يرى يعجز عن أنه يراها الآية تقول مع ذلك أنك تتقل الفتنة ولا تتورط فيها وتعمى سهل أمرهم سهل وليس صعبا سأقول لي كيف وين قالتها في قوله لا تصيبن سأقول لي ما فهمت انتبه لا هذه ما هي هذه نافية ولا ناهية طبعا ناهية طبعا لازم تكون ناهية في عندك نون التوكيد ما في نون توكيد إلا بشرطها وخاصة فعل مضارع نون التوكيد سببين لا تخص على إسمها هل تخص على الفعال صحيح ولا تخص على الماضي إلى أن الماضي مضى وانقضى كيف توقت ولا توقت إذا تخص على مضارع وعلى الأمر وب Spirit الإ 억heric دائما جوازا لم تدخيله فتوكير من Where you are أما المضارع مرات جوازا ومرات وجوبا ومرات يمتنع دخولها إذا فقدت شروط الجواز والوجوب سيصبح ممتنعة حتى ماذا عندما يكون جوابا للقسم ومن particle هذا وتتصل به إيلام القسم ويكون الفعل مثبتا غير من فيه هو هذا وجوبا غير هيك بيكون ايه جوازا بيكون ايه جوازا حلو لما أقول لك ايه لا تعملن كذا 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 لا تعملن كذا كذا لتكتبن ايه درسك والله لتعملن كذا كذا هذه واجبة وهذه جائزة حلو جميل هذا هو النهي هذا النهي المؤكد ايش مؤكد طبعا مش النهي بس الطلب عموما نهي او استفهام او تمني او ترجي الى خيري اي شيء مسبوق بطلب كل هذا ايه هنا ايه اكدت انا عليك مفهوم وهذا النهي على وجهه لكن كيف لا تصيبن الكلام عن الفتنة مين المنهي هنا الفتنة الله ينهى الفتنة ان تصيبك انت فهمت تقول اول مرة سمحها ما هذا هو اول انا متأكد حتى علماءنا كثير منهم زي العوام بسمع القرآن هو مش جادر يفهمه اصلا مش جادر يتذوقه ايوة لا تصيبن الفتنة عجيب يعني يا الله ينهى الفتنة مش بنهانا طبعا ما بنهىك الله بنهى الفتنة يا امورك باتقاء فتنة من هي ان تصيبك لا اله الا الله شو هذا طبعا هذا المعروف اللغة العربية وسموه النهي المحول النهي المحول مثل لا الفينك بعد اليوم تندبني وفي حياتي مزوتني زادة عفقص هذه العثمان وكذا زمان لا الفينك بعد الموت ايه تندبني وفي حياتي لا الفينك مين المنهي مين الشخص المنهي انا بنهى حالي بنهى حالي اني اشوفك عجيب مش بنهاك انت لا الفينك انا لا اجدانك انا لا اقعن عليك لا ارينك انا بعد الموت تندبني ايه عجيب شو هذه اسم النهي المحول لا تفعلن لا تكتبن لا تشربن هذا نهي عادي لكن لا تصيبنك فتنة لا يحيقن بك مكر الله لك هذا نهي محول لان المنهي مش انت المخاطب المنهي طرف ايه اخر ولماذا يؤتى بالنهي المحول على هذا الوجه يؤتى به لنكات نكتة بلاغية هنا النكتة في الاية العظيمة لا اله الا الله لا يصدنكم الشيطان نهي محول لا تصدن انت الاخرين عن ذكر الله هذا نهي عادي لا يصدنك الشيطان عنه كذا هذا نهي محول صحيح مش انت المنهي الشيطان المنهي لا تصيبن الفتنة ايه هي المنهية صحيح عجيب جميل لا الفينك انا المنهي ان اجيدك انا انا مش انت انا لا الفينك انا نهي محول ليش طيب ايش بتستفيد انت لما تحاول تعمق فيها انه الله تبارك وتعالى اصبحت واضح الآن يأمرك ان تتقي فتنة ينهاها ان تصيبك لا اله الا واضحة شبته اصبحت واضحة الله يأمرك ان تتقي فتنة ينهاها مؤكدا عليها في النهي ان تصيبك معناها اصابتها اياك سهل قريب ولا صعب مستعصن صعب مستعصن يا الله تخشعر بداني الآن شوف القرآن لما تفهم اللغة العربية احنا نمزع العاجم ولا يفهمين حاجة ولا الله ما انا متأكد اكثر ما ستقول لي لأول مرة نسمع هذا انا شخصيا لم اسمعه من اي عالم ولا من اي مفسل حد الآن العنية تذول يوتيوب في الكتب موجود في الكتب موجود اما في الها ولا مرة مع انه باب من الابواب يعني معناك ان الله بقول لك سهل جدا ان تتقي هذه الفتنة انا حملت عنك ايه اعظم الاعباء انا نهيتها ان تصيبك لا اله الا الله بس يا ربي انا تخوطت فيها سيقولك من شقوتك من غلبة الشقاوة عليك لم تصدق لم تتشحر لله لو صدقت الموضوع سهل نسأل الله العفو والعافية اشتركوا في القناة